كافة محتوياته واعتباره أميناً عليه وأي تبديد لأي شيء مما ذكرى في هذا المحضر سيعرضك للمسائلة القانونية أمضي يا ديابي أنا مش شايف أي مبرر للي بيعملوا البنك معايا أنا أكبر عميل لبنك الأمان القردين الأولانيين أنا مسددهم بالكامل مع الفوائل اتعسرت في 16 قردين تانيين حصل إيه فيه إيه ولا حاج ولا حاج وديكوا تحفظ على الأسر يعني ضمنتوا حقكم فيه بقى 600 مليون تانيين حضرتك أخدتهم بضمان المصانع والشركات يا سعادة الباشا مصانع هندوي وشركاته نار على عالم أنتوا كده بيتهربوا المستثمرين من عندكم في ميروط مثلا في لبنان بيدوا قروض للستات عشان يعملوا عمليات تجميل اللي عايزة تكبر حاجة اللي عايزة تصغر حاجة اللي عايزة تشد والبنك بيديهم بدون ضمنات أعمل إيه؟ ما هي أصلها لما حتكبر واخدها لحضيتك وتشد وتصغر وتطول وتأثر حتبقى مضمونة مية في المية حتسدد البنك على طول يا فنم إحنا كل اللي طلبين ومهلة كام شهر وحنزادين على طول آه من غير ما نشد ومن غير ما نطول ومن غير ما نأثر ومن غير أي حاجة طيب إحنا هنعمل إعادة تقييم لأصول الضمانات وهنذرس الموقف ونبلغ حضرتك بقران آه لا 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 ندنا الحقيقة إحنا عندنا كل حاجة ده مصنع هندوي للحديد والسلح ده أول وأكبر مصنع للصناعات السقيلة في مصر والشرق الأوسط كله بيت يا مبراهيب بيت أم محمد معاكي موجودة يا بيت افتعل ببقى موجودة يا بيت بيتو تقول البروزاكشن منجر بتوع المؤسسة كلها حديد هندوي يا باشا هو اللي موقف الكباري والأنفاق وهو كمان اللي عامل الدائري والمحور حديد هندوي هو اللي عامل اللبناء الأساسية في البنية التحتية بتاعة مصر كلها أنا مش شايف أي حديد خالص أم لحس النهاردة أصلي نص يوم فبنشتغل بنص القوة بس يعني الشرط شوالي كده يلا يلا أيوا الشرط شوالي حدوين كده على مزاجك شوف حددك يا بتاع السلاة النبي شيف النار طالعة زي؟ شيف النار لا ماشي وقت طالح حدوين أيوا بس 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 يا حلمي كم حديدة كده من نار بتاعتهم ها التلفون في حيثة مبلولة وباكتجن بتاعنا ويوصلوا اللي بيوت السادة المحترمين عشان الأولاد يحب يلعبوا بالحديد وهو بيعمل نار كده وبتاعنا حضر عجزة بك ها ده بقى يا باشا ده صلب من أفخر أنواع الحديد في العالم ده بنصدره بلجيكا ده خشب يا باشا ها ده خشب يا باشا ها خشب ها ما هو الخشب ما هو ده بيبقى خشب على الصلب بتاع بلجيكا لأنه فيه مشروع بنعمله إن شاء الله بنهم الكوبري من حيبتده إن شاء الله من البحر الأبيض للبحر المتوسط للبحر الأحمر للبحر الاسود للبحر الميت وبعدين ينزل بقى يعدي بحارة التبرية وينزل من تحت قناة السويس ويخترق الصحراء الغربية لغاية ما يوصل لغاية حدود الشاد ومن حدود الشاد لرأس الربيع الصالح هيلقوا هناك موقف عرضيات العزركة بقى يروح أي حياتة مروا هناك مشو حلوة أبقوا لا مصوراتي بسرعة ده مصنع هندوي للدخان ده أول وأكبر مصنع للدخان في مصر والشرق الأوسط الحقيقة أنا بنعمل تطوير في المصنع دلوقتي عشان ننتج معاسي الكيوي لأن يتضح إن الإقبال عليه في السوق شديد شوهير ممكن ندخل نعم ندخل أنا بقول بلاشي أنا عشان دخان عشان سيد راح أتغذرك لا يا سيدي ما تخافش دول خبراء أجانب السوم الخرموجية دول اللي بيحددوا نوعية الدخان اللي تعدل دماغ المستهلك آآ للأسف أنا كان نفسي أقدم حاجة بس آآ الدخان كله الصحب يا حلمي آآ أمري فانتا علمة بتاعتنا من الإنتاج الجديد مليانة كيوي مليانة كيوي تروح للأولاد في البيت عند الباشن تجي الصور يا فانتا بالصور عنه أولاد مين؟ أول الحادثة هيجبهم قوي ده مشروع هندوي للثروة الحيوانية ده أول وأكبر مشروع للثروة الحيوانية في مصر والعالم العربي آآ ده للإنتاج الكبير ده عشان الناس تلاقي اللحمة موجودة بوافرة في الأسواق المعزة دي بتدي تلات معيز في اليوم في اليوم الواحد بتجيب تلات معيز آآ يا حلمي آآ يا حلمي آآ والبطة هات بطة قسمها وتوديها للإخوة في البيت آآ أقطع البطة كده حيطة 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 بس حيطة تكون كويسة وتوديها للباشوات في البيت يالله ديك أهوه من هنا مين دول يا أبو؟ مش حاجة إحنا الغفر بتحصل إمان بيه سحب الأرض هات الباز يا حلمي فيه إيه؟ يالله! مين دى؟ يقوللك هات بديك هات بأس كرة هات بديك هات بديك أستعايد ثرين أستعايد ايه؟ ماهج يا حلمي؟ إيه يا أستاحامدي؟ حليتوا بعامل إيه؟ تقول بيدلقوا عباشا بشوال كسور على تربانة على كام جزع على كام خلع دي احنا بيجلني حالات خلصانة وعملت لهم ايه؟ عملت لهم شاي شاي اه عملتها أشعة؟ نعم أشعة اللي هي ايه يا باشا؟ لا ما تشغلش بالك مشغلش بالك يا باشا لا عايزك يعني شنز حيلة كده وتتغل دينك ها؟ يعني اه انت كبير بتاعه ها يعني العزين دي بقى تبقى كلها تخطي كده عايزين تبقى كلها ان شاء الله يا باشا اهلا اهلا مان طلب اخر اشوفي ايه؟ شوفي وليادي شوفي ايه؟ شوفي ولادي لا هنا زياره ما نوعه على الحقيقة طل 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 تتتتت ايه؟ عايز مراتي هازمين؟ عايز براتي براتك؟ هتعمل لك إيه مراتك دلوقت؟ ده التمنايل بسيبتين نير، إنت فيك حال مراتك إيه؟ رفضوا يعيدوا جدول الإدارة الجديدة متربسة قوي هو في إيه؟ إيه البقرة المطوع بتكتر سكنها؟ هم هادوا علينا فجأة كناليه وحيستفيدوا إيه من كده؟ عاوزينينا نسيب لهم البلد وليمشي يعني؟ وزعلالين من اللي بيهربوا بتعصرنا شوية إيه يعني؟ اديوا النفسها بتتعصر مهلا مواصم بيه نظام باشا في انتظار ساعتك مكسي يا شوكري بالي السفيد الأمريكي عنده بوه أول ما يخلص ساعتك هتخش على طول هو تعصر آخر هو مينة كمين؟ السفيد الأمريكي مالو؟ لا ما فيش مجد الأمان قاله بأصله معاك أحب يعمل لك شوية شوشرة ودياب المنصوري زي الغربال الجديد له الشد وانت جاهلي عشان نرخي الشدة دي شوية مصبوط؟ نظام بيه عبدالدايم طول عمره مصبوط قولي بقى عبدالشريكي يا ابن سابتك أخباره إيه؟ تمام؟ تمام؟ ده حتى هنا من الصبح؟ إيه آآ أهو شرف يا سيدي أهلاً بابو الشريكي وحبيبي إزايك يا حبيبي إزايك؟ إزايك بغبط إزايك أخونا إزايك؟ Interview إزايك حبيبي إزايك أخونا إتا نبجنيشي الشركة ليه؟ ساب نباش أقول لواحد يا راجل هو بقى في السنة يوارد إا بقى في السنة الثانية ابتدائي يا سيدي ما شاء الله المشاء الله يعني نجح في السنة أولة لكن الوض اللازل بغربه أقعد أقعد يا عباسة بالمخلص مع عمك محزن ثلاثا اب maturity دي ملاهي همداوة باشا وزي ما سيادتك عارف دي أول وأكبر مدينة ملاهي في الشرق الأصل دي متكلفة فوق الأربعين مليون جنيه راح يأثروها ملاهي؟ أنا عايزة روح ملاهي ده تلاتة بالله العظيم هراجع من بكرة هتبقى ملاهي بوبوس أيوة أيوة يا محسن بي بس مش معولة يعني هتدي الولد هدية مدينة ملاهي يا عمي خلي الهال تلع دي ضربة معلمة وحسن باشا دي موجزة بشرفي انت ساحل ايه اللي حصل ده؟ لحجة البنك ده غيرت خالص دي أبي لسه قافل معايا جدولونا القرد ويزودونا المدر عشان تعرف انت بتشقل مع مين يا متر؟ سيادتك لغز الدين قوي يا محسن باشا نفسي أعرف حل بوبوس ها؟ بوبوس دي نظرية اقتصادية دينا؟ دي نظرية بوبوس لجدولة الديون المتعسرة وتوفيق الأوضاع دي نظرية أمريكية؟ لا دي مصرية مية المية على فكرة باشا أنا كده متفائل قوي متفائل بيه؟ احنا لنا فلوس برا كتير قوي لو لمينا نصها حنصدد كل اللي علينا وزيادة كمان أهم دول كبار رجال أعمال في البلد اللي لنا عنده مئتين مليون واللي مية وثلاثين مليون ومشاريحهم شغالة وعايشين ملوك روح خد في الوسك بينهم أنت أحاق بيها دلوقتي ميه الأولاني دا؟ دا كريم ساروت لينا كام؟ خنصة أربعين مليون أنا لساني اتلوة معاك غلوبت أقولك ما تتعملش مع البنوك المصرية دي دولة ناس ما لهمش في البيزنس ولا يعرفوا أي حاجة في البيزنس من أساسه